والنجاح الحقيقي لما تحاول هدفك لرسالة وده اللي عملته جهان لما فكرت تعمل جامعية لدعم ذوي الهمم من خلال جلسات التخاطب وتعديل السلوك ومع الوقت تحاول الموضوع لمجموعة من الورش الحرفية نجحة ترسم معاها دحكة من القلب اتبعت على وشوش اللي قدروا يثبتوا لينا انهم فعلا قادرون باختلاف معنا ومعاكم الأستاذنا جهان نبيل يعني صاحبة فكرة جامعية زوي الهمم ودمجهم في الورش الحرفية تحت رعاية وزارة التضامن اهلا بحضرتك نورتينا في نصرات جامعية لزوي الهمم وكمان دمجهم في الحرف الفنية ازاي قدرتي تعملي كده والفكرة جات ازاي انا بدأت الجامعية في جلسات انا اخصائية تربية خاصة وعمل يعني وغد دورات وكورسات وكده وخبرة اكتر من 25 سنة اه طبعا احنا بنشتغل مع الاولاد زوي الهمم منوصل لمرحلة اولاد الامور ببعد فترة بيقعدوهم في البيت يقولوا خلاص التخطب مش بيجيب نتيجة انقعدوا في البيت نعملوا طرفيه في نادي يروح يتفسح يروح يزور اي مكان طبعا فيه ولاد كتير قوي زول همم محبوسين في البيوت بس عندهم مواهب جميلة جدا بس ما حدش عارف يقدروا انا طبعا من خلال شغلي ومن خلال العمل معاهم طبعا الولاد بيجبروا عشرين سنة اه خمسش سنة فكرت نعمل حاجة كده بسيطة اول ورشة عملتها ورشة خرص كانت الاولاد امور معترضين مش مصدقين احنا ابني هيعمل ايه هيعمل ايه بالخرص طبعا اطرون طيب طبعا انا مجينا يعني انا بدرب الاولاد مجينا طبعا اطرون طيب ولا اي مقابل مادي لما نكون في الدرابيو في اول خالص يعني اقعدت مفيش ولا مالديم خالص اقوم من الامور عشان ياخدوها بواسع صدر جميل ويزبروا علي لحد ان انا مضرب الاولاد طبعا كنت مؤمنة بالرسالة وانتي بتقدم انا بحب المجال ده مش داخلها ان هو عايزة مقابل بدي انا عايزة اوصل لحاجة انا عندي هدف وعندي امل ان انا هيوصلوا لحاجة ديت طبعا بدأت بخمس اولاد كل حالة لها دخلة معينة وليها معاملة معينة تعديل السلوك او الاسطوب او المواهب بتاعتها بدأت بقى الخمسة بتجبر عشرة بدأت خمستاشر بدأت انا عشرين وسلنا العدد ايه السبب اللي خلاهم يكتروا اكيد ده بيقول ده ده بيقول ده تعالوا اعملوا نعمل نعمل طبعا الورشة خرز من اصعب الورشة للاولاد المؤكدين وليه اختبت الخرز الخرز عشان احنا اصلا في الاولاد بنعمل نشتغل معاهم في التأذر الحركة العاية التأذر ان هما بيشتغلوا خرز يعني لاضمة خرز من السهل ان انتي ممكن انتي ايه تدعمي يعني الحاجة دي بحاجة تانية بس بحاجة تانية تبقى شكلها كويس نستخدمها في الحياة طبعا بدأنا نشتغل مع الاولاد وحصل يعني صعوبات مع الاولاد اللي بيسرخ واللي مش عايزي ويشتغل طبعا انا مش بخليه حاجة كبيري انا بخليه المنظور ده بدأتي بقالي جد ايه بقالي يعني اواخر سنة عشرين كده بقالكيش وقت كده وقلتي لا انا مش عارفة كامل لا بيجيلي وقت كده بس انا كل ما اشوف نظرتي ليهم بحس بيدوني حماس اكتر يعني بس انا عندي حاجة كده بحب الحاجات الصعبة وامشي فيها في التحدي وحماسهم اكيد كان مشجعك انا دايما يعني انا صغرت مع ناس كتير قبل كده تحس ان هم عندهم حماس وقوة واللي هو يعني اقمنوا بينا اه خليكم اقمنوا بينا بحس انهم اه يعني الضحكة بتاعتهم صدقة الكلمة بتاعتهم صدقة الحضم بتاعهم لما انت اشتغلت معاهم لما انا اشتغلت معاهم انا يعني اتفاجئت في الموايب جميلة بس انهم اتفاجئت في الموايب جميلة